اشتركوا في القناة عنا برضو انتقال القمر اللي رح ينتقل من برج الاسد لبرج العذرة طبعا القمر الان موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر موجود في برج الاسد من الان ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني ساعة الفجر او ساعة الصباح الباكر عشان هيك الناس من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتدها ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا طبعا بالنسبة للزوايا اللي الان موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاربعاء طبعا فيه عندنا زاوية الان تأثيراتها موجودة هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين عطارد وهي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات الصباح تقريبا من الان لغاية ساعات الصباح دروتها الساعة 11.55 دقيقة مساء من مساء الليلة الاربعاء على الخميس بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ مساء الليلة الاربعاء على الخميس الساعة 11.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة وحدة وثلاث دقائق من بعد منتصف الليل يعني ساعات صباح يوم الخميس لا يستقر القمر في برج العدراء هذا يعني ان الفترة المذكورة اللي هي مدتها تقريبا بحدود الساعة والعشر دقائق أو ساعة وثمان دقائق هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11.3 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج العدراء عشان هيك منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهم منشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادسية مثل التدخين شرب الكحول أو المسكنات أو المهدئات أو المخدرات بوسعنا اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا بداية زاوية جديدة هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها من اليوم 17-11 ولغاية 25-11 ذروتها يوم 21-11 الساعة 7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية بتدفع بحضولنا بصورة عامة في شتى المجالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي طبعا رح تظل مستمرة لغاية يوم 18-11 هاي زاوية بتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كمان هاي الفترة ممتازة جدا للاتصالات وبتزيد من احتمالية السفر والاتصالات بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تاثراتها لغاية يوم 18-11 هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي طبعا تاثراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين الزهرة وبين المشتري بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما بسهل إقناعهم وإن كانوا بيفتقروا للمروني في التعامل كذلك بتتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه المجالات أو هذه القدرات مثل الفن والديكور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تاثراتها لغاية يوم 28-11 هذه زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية لدى أغلبية الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وتاثراتها لغاية يوم 22-11 هذه زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية زاوية تسديس منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي زاوية تاثراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنه ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات في بعض الأوقات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتن وهي تاثراتها لغاية يوم 26-11 طبعا ذروتها يوم 19-11 يعني بدأت تقترب من حدة هاي الزاوية بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما وهذا الشيء ممكن يسبب ازدياد يعني نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل ما بين القمر وبين الزهرة وهي زاوية التربية السلبية وهاي رح تكون ذروتها الساعة 13 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن تقريبا بدأت ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات العصر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي ذكرنا طبعا عملنا حلقة والحلقة موجودة على القناة فيها شرح كامل لتأثيراته على جميع الأبراج وفوعده إيجابياته إيش اللي ممكن تستغلوا بالفترة القادمة وهو انتقال عطارد لبرج القوس رح ينتقل كوكب عطارد من برج العقرب لبرج القوس طبعا صباح اليوم الساعة 8.14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يضل العطارد بحركة أمامية في برج القوس لغاية ساعة 10.8 دقائق من مساء يوم 6.12 طبعا كل التفاصيل موجودة بالحلقة اللي موجودة على القناة وتأثيراتها عشان ما نطيل بالحلقة أكثر من الشيء الطبيعي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العنانية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعة يعني ما بعد منتصف الليل خلينا نوقدها بتوقيت جرينيش عندنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما في ساعات ما بعد منتصف الليل عندنا البنكرياس، الأمع الدقيقة، الأعور، القلون، جهاز الهضمي، الأثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس وأيضا اللي هي أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العذراء معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 19-11 رح يبدأ أخلو المسار الساعة 8-46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10-57 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 8-57 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 70% الآن وفي ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 100% القمر في الأسد بدي ينتقل للعذرة ورح يضل في العذرة لغاية يوم 19-11 هو الآن منتحس بنسبة 40% في ساعات تقريبا نحكي منتصف الليل بصير يعني يتاخذ على يعني بتقل نسبة النحوسة بشكل بسيط بصير منتحس بنسبة 35% في ساعات مساء اليوم الخميس بصير القمر سعيد بنسبة 15% يعني طول اليوم رح يكون منتحس بنسبة 35% لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء المتأخرة فالقمر بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في العقرب بدي ينتقل القوس ورح يضل في القوس حتى يوم 16-12 سعيد بنسبة 100% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 85% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وغضاء وقت ممتع معهم من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد فيها طاقتك وحيويتك وقدرتك على التواصل العاطفي بشكل جيد الحضوض بتلعب دور ولكن في فترة كلو المسار بدك تنتبه أما من ساعات الصباح تقريبا نقدر نحكي أن الأجواء رح تتغير لأن القمر هنا رح يصير موجود في البيت السادس فهنا بصير التركيز كله على الصحة أكثر من ذي قبل وبرضو بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وممكن اليوم تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك بتتركزوا على العمل وعلى الصحة خلال هذا اليوم وحاولوا تبعدوا عن أي استفزازات ما بينك وبينز وملاك وبالعمل على أساسا ما تكبر الأمور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن والغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تهضطروا للاهتمام بتصلحات منزلية أو حل بعض المشاكل العائلية أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وهذه الفترة مليئة بالانفراجات والتطمينات والرومانسيات فالأجواب تصير ممتازة جدا على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى علاقاتكم واهتماماتكم بأحد الولدين أو أحد الأبناء برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليلة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر ولكن بتكونوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أو أثناء قيادتكم للسيارة ما بين المدن مخالفة أو حادث أو عطل للسيارة أو اهتمام بالإلكترونيات رح يكون لدى البعض أما من ساعات ما بعد منتصف الليلة القمر هنا رح ينتقل للبيت الرابع لإلكم يعني الاهتمام رح يصير في الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعائلة ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها خلال هذا النهار أهم شيء ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج السرطان بالنسبة للموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة من الآن ولغاية منتصف الليلة الأجواء كلها بتتركز على الوضع المالي وممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء ما تتسرعوا بتوظيف الأموال وبدكوا تدقيقوا بالتفاصيل وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا اليوم تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطروا عندك قوة الحدث عالية جدا وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار بشكل قوي جدا وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط رح يظل مسيطر عليكم من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل عندك طاقة عالية جدا وقدرة على الحركة والظهور والحضوة والشخصية والكاريزمة قوية جدا وثقاتكم بنفسكم عالية جدا أما في ساعات الصباح أو من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا بتكو تركزوا على الوضع المالي واليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال لألهم أو يحصلوا على نوع من أنواع الدعم أو هدية أو جائزة أو يعني ممكن هيك يصير في نوع من أنواع الحلول لبعض الالتزامات المالية ولكن بدكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شنكو ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل اليوم بتطمعن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات عندكم بشكل ملحوظ برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل ما زال التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يبتشعروا أن طاقتكم شوي لسه ضعيفة كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بتتعزز ثقتكم بنفسكم أكثر فعشان هيك من الآن ولمنتصف الليل حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو تسوى تفاهم أو التباس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد انتظر لحين وصول القمر لعندك بعد منتصف الليل بعدها الأجواء بتتغير تماما تبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية وبرجع نشاطكم وحيويتكم بقوة بوسعكم الببادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وهي فترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود إلها أيام فعشان هيك عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتك بترتفع المعنويات بتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء وبتقدروا تطلبوا المساعدة من بعض الأصدقاء أو تقدموا بعض المساعدة أما من ساعات منتصف الليل بتكون تنتبهوا من سوء تفاهم أو فرض السلطة على الأصدقاء أو ممكن يصير نوع من أنواع العتب أو الزعل أو هيك الخلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء فبدك تضبط أعصابك لأن القمر بيقترب من بيت متعبك لأنه بعد منتصف الليل بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور خلال هذا النهار أو أثناء تعاملكم مع الغير لأن القمر بيصير في بيت المتاعب فممكن تتدمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك يعني بمعنى آخر بدك تعمل وتنشط بعملك ولكن بدون مجازفات وبدون مغامرات وبدون قرارات يعني يعمل بشكل روتيني برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبرها ما زالت الأجواء جيدة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيئدهم يعززوا علاقاتهم مع ما سؤولينهم ممكن تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم ولكن الفترة هاي لأنها بتقترب من قلوب مسار فهاي فترة لا تصلح للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين بدك تحافظ على سمعتك بشكل جيد من ساعة ما بعد منتصف الليل وانا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة فهابتكوا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة الأجواء جيدة فممكن اليوم يتوجهلكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء الأجواء جيدة ودعم لألكم بقوة فحاولوا تستغلوها اجتماعيا لأنه فيها مكاسب كبيرة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعة منتصف الليل بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن بعض قيوة يكون عنده امتحان أو عنده مقابلة الفترة هاي ممتازة جدا من الآن ولمنتصف الليل فممكن تشاركوا في حملة أو ورشة أو عمل أو مرة ترغبوا تقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن اللي عنده سفر أو عنده تنقلات لمسافات وخصوصا على الشوارع المفتوحة بده يتفقد أمتعته وتذكرته وسيارته وأي شيء له علاقة بالسفر عشان تبعد عن المفاجآت أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا بتكو تحفظوا على سمعتكم لأن القمر رح يصير في بيت السمعة فهنا بيتركز اهتمامكم خلال هذا اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تقدم أفضل ما عندك لأنه اليوم ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وممكن بعض المسائل أو المتاعب اللي إلها علاقة بالعائلة أو شيء شخصي ممكن يظهر على الساحة إي أرقك فبدك تنتبه ما في عصبية وما في مجازفات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعا ما بناسبك طالة الخلاف والزعل وعشان بدك تسارع لتقريب وجهات النظر أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة أو عمل جديد أو تشتدوا تشتد الرغبة عندكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا هذا الكلام طيلة النهار تلتقوا بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وطبعا ممكن اليوم تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية والعاطفية وتعتبر هاي فترة مثمرة على جميع الأصعاد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فعشان هيك من الآن ولا ساعات منتصف الليل بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب أو فترات مناسبة هاي للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني ممكن تعززوا علاقاتكم ما بين شركاء العمل أو شركاء العاطفة أهم مش إنه اليوم ما بينفعك أو هاي الساعات ما بينفعك فيها التوتر ولا الجدال وبدك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة الاهتمام كله رح يكون على المسائل اللي لها علاقة بالشراكة من ساعات ما بعد منتصف الليل وانا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جه فيه فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو من بنك من ضريبة من تأمين ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل فعشان هيك بدك تحاول إنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبك ولكن حاول إنك أنت تكون مرن ممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم ما زال العمل بيتراكم عندكم عندكم ضغط بالعمل بالأمور الصحية فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتكون تنزف خط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبتك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاول أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم وحاول أنكم تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا القمر بصير موجود مقابلكم تماما في برج العذراء فعشان هيك بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية سواء المالية وتعتبر هذا اليوم يعتبر مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمش أنك ما تنفعل وحاول ضاع على الإيجابيات أن اليوم ما بينفعك لا الجدال ولا التوتر ولا العصبية ولا الحدية حاول تبعد عنهم تماما وعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر